لما يجي بقى في الرح بقى يسافر بقى في العندية التانية بقى زي مثلا زي ري مدريد برضو نفس النظام من انا بقى بتابعه وبتصل بيه وهو على طول بيبعد له وانا بيبعد له الامور بقى يعني خلاص بنا اصدقاء بشكل قوي لما يجي مصر بقى هنا بقى جي مصر في السيديو التحليلي بتاع الامة المفرقية اللي فادت انا مصدقتش ان هو مرين ايجي بقى انا كنت مستنيه بشكل قوي اول ما يجي بقى قرفت ان هو قاعد فيه نوح تريح له عدنا بقى عدد عشينا مع بعض بشكل قوي جدا وعدنا بقى ايه يعني هو مش بصدق وانا كمان نفس العمالين مش بصدق بقى انا فترة طويلة وبتاع كده بس انا ايه منتابع بعض اللي على طول على اليميل والواتساب والحاجات اللي ايه اللي احنا ايه السوشال ميديا دي بس لما قلت له انا عايز في فترة دي انا عايز انا دلوقتي كنت مدرب في منتخب الشباب قلت له انا ماسك دلوقتي منتخب الشباب عن نفسك كون اه يعني من ضمن الجهاز معاك في الجهاز بتاعك في ايه في الفرة اللي انت تمسكها قال خلاص اول ساعة كان ما كانش ماسك في الفترة دي صح قلت له قال لي خلاص انت لو في نادي كويس انت ممكن تبقى ايه متواجد معايا لما رحت وتنهام لما رحت وتنهام عدت بقى ايه اتصل بيه وابعاد له حاجات بتاكده قال لا الفترة دي وانا بعت لهم بس يعني شوية كده ممكن ايه ابعد لك بس لو حصل لو انا عدت شوية فترة كده انت تبقى متواجد معايا في الفضل معدود انهم حاصل مشاكل معدش كتير